أستاذ الحدوسي أبدأ من عندك في الشق الاقتصادي في البيانة الختامة الكثير من النقاط وردت فيه خاصة فيما يتعلق بالمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي يشهدها العالم بشكل مشترك وولدت حزمة من الإجراءات في هذا الإطار سنتحدث بشأنها كيف يمكن وصف هذه الخطوة وأين ندرجه هذا التعاون الثلاثي للجزائر التونسي الليبي فعلا يمكن إدراج هذه الخطوة في خطوات مهمة وخطوات استباقية لمجابهة التحديات الكبيرة والفارقة مثل ما سماها البيان نظرا لما حدث في السنوات الأخيرة من تسارع الأحداث الجيوسياسية على مستوى العالم خاصة الحروب في الشرق الأوروبي أو حتى في الشرق الأوسط أو حتى في جنوب شرق آسيا وتدعياتها على اقتصاديات العالم مما إدى إلى ارتفاع كبير لمستويات التضخم وتأثيرها على السلع الواسعة للإستهلاك على مستوى العالم والدول الثلاث دول بين موازناتها كبير جدا لتلبية احتياجات ساكنيها خاصة أن جزائر سواء الجزائر أو تونس أو ليبيا تستورد هذه السلع الواسعة للإستهلاك من الخارج لذلك اليوم عوض التفكير الأحادي أو التفكير الثنائي الانتقال إلى التفكير والعمل الجماعي من أجل مجابهة هذه التحديات وخلق نوع من التآذر والتعاضض بين هذه الدول مما يمنحها قوة في التحرك وقوة في مجابهة هذه التحديات إذن هذا اللقاء مهم من أجل تأسيس لهذا التكتل الجهوي في شمال أفريقيا ليكون له وزن على مستوى شمال أفريقيا وعلى مستوى بحر الأبيض المتوسط من أجل كما قلنا لمجابهة هذه التدعيات الجيوسياسية